بعد أن عجز القضاع الطبي في عدن عن استقبال المرضى بالحمايات كالمكرفس وحم الضناك والملاريا وكذلك المصابين بفايروس كورونا كانت هناك مبادرات شبابية تسعى لتغضية هذا العج في سبيل تقديم العون والمساعدة لهؤلاء المرضى من قلال توفير استوانات أكسجين صغيرة للمرضى الذين يعانون ضيق التنفس لأخذها إلى منازلهم مقابل تأمين بسيط هذه المبادرة الشبابية الإنسانية جاءت بعد تدهول القضاء الصحي في المدينة وحالة الخوف والهلع التي سادت العاملين من جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة والأمراض المعدية نظرا لانعدام أدوات الوقاية اللازمة للأطباء والممرضين الذين يفترض بهم التعامل مع مختلف حالات الإصابة ما جعل العشرات يموتون في منازلهم أو يقفون على أبواب المستشفيات بعد رفض استقبالهم يعني المستشفيات كلها قفلة يعني ما تقدر توديك هالك أي مستشفى ولا أي مقمع لو معك بيس زايد ناقص بتودي خاص تمام وأكلوك بيس وبالأخير قاموا لك ديري ابو إبنة وما يتقوها لناخل البيت ويشكو المواضنون بأن المنازل تكتطب بمرض الحمايات ويموت العشرات منهم كل يوم بدون علاج في الوقت الذي ترفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبالهم بعد أن غاب الدور الحكومي ومن يصيدر على الأرض وتخلى الجميع عن أبناء عدن وتركوهم فريسة تفتق بهم الأمراض والأوبئة سبب حالة الوفاء هي تسكيل المستشفيات لأن جميع المستشفيات الحكومية والخاصة مسكرة إلى ما عاد معك الجمهوري فقط يعني هذه تسببها بحالة وفيات كثيرة بأمراض الحموضنك والمكرفس يعني هذا السبب البعض يقولون أنه هذه كورونا وهذا كذب ليس كورونا لأن المكرفس وحموضنك وخير الدليل ما حصلها يوم أمس في دار سعد وفي هناك المخيم حق النازحين وفاة أكثر 15 واحد بهذه الحالة يعني بحالة مكرفس وحموضنك وقالوا هذه أمراض كورونا ولقى الآن يعني هذه الحالات المستشفيات مغلقة عندما تروح إلى المستشفيات يقول لكم سكر ومن بيحومة أو بيقشرة يقول لك هذا بكورونا بدون أي بحوصات بدون هذا ورفض استقبال هذه الحالات وهم رضوا باري أكثر من سبب هذه الحالة إلى الوفاء وأمام هذا العجل الطبي الحاصل في عدن صرح مصدر بوزارة الصحة أن هذا الإقلاق جاء من أجل تعقيم المستشفيات وانتظار توفير أدوات لقاية للعاملين في المرافق الصحية وليست هذه الإجراءات إلا حفاظا على سلامة المواطنين إلا أنه كلام غير مقنع بالنسبة لمواطن ضريح فراش الموت موضوع الإقلاق المستشفيات فليست كل المستشفيات زي ما إنشاء أغلقت فهناك مستشفيات مفتوحة وهناك بعض المستشفيات أغلقت بسبب أنه ظهرت الوباء فجأة في المستشفى بعد ما طلعت النتائج المخبرية وأغلقت حفاظا على سلامة المرضى وزير الصحة وجاء جملة من الإنذارات وسيتخذ أنا قراءات صارمة بهذا الأمر انتمادوا في تقديم الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين كل ما يحدث في عدن ضحيته المواطن المغروب على أمره الذي يخاف من أمراض الحميات ويخشى من أن تصيبه جائحة كورونا في ظل الوضع المتردي والإهمال الحكومي الذي جعل أبناء عدن ينتظرون جنائزهم ومشاهد الدفن التي تتكرر بشكل يومي